وزير التعليم العالي كاميل بيداري الذي شغل فيما قبل منصب رئيس جامعة المسيلة كما عين رئيس الجمهورية علي عون الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال وزيرا للصناعات الصيدالانية خلفا للطف جمال بن بحمد من جهة أخرى وضع رئيس الجمهورية ثقته في الشخص المدير العام السابق لشركة كوسيدال لخذر خروخة لتولي منصب وزير الأشغال العمومية كما كلف الأمين العام السابق لوزارة الصحة عبدالحق سيحي لتولي منصب وزير القطاع